سبح ذي باختصار جدا في سنن الدارمة ابن مسعود مشى مسجد الكوفة بعد ان جاءه ابو موسى الاشعري فوجد الناس حلقا حلقا باختصار جدا عشان زول ما يناقشك فيها كثير سبح ذي ما بتجوز في الشريعة سبح بها صابعك ابن مسعود مشى المسجد في سنن الدارمة وليقى الناس قاعدين حلق حلق ومعهم حصى يقول أحدهم سبحوا الله مئة يقولوا سبحان الله مئة بل حصى كبروا الله مئة الله أكبر مئة هللوا الله مئة لا إله الله مئة إلى آخره يحمدوا الله مئة يحمدوا الله مئة الحمد لله مئة مرة فقال ابن مسعود رضي الله عنه يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هذه ثيابه لم تبلع أي النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته لم تكسر الصحنة البياكل فيوزاته ما تكسر معنا فارق الدنيا قريبا وأصحابه متوافرون بينكم صحابة قاعدين حيين بتجيبوا في بدا عليه قالوا يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا الخير نحن قصدنا بالشغل دي الخير قال وكم من مريد للخير لم يبلغ والله إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلال يأيت أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام جبت الحصد يأيت فاتحين باب ضلال لأن الله قال فماذا بعد الحق إلا شنو إلا الضلال ولأنه قال تعالى يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة الدين كمل زي الكوز والأوكوباية مليتها عصير جبت حجر رميته فوق بيحصل شنو مش بيتدفق منه الدين ده اكتمل بس تعمل بعدها أعمل واجتيد واجتيد في الطاعة ما تجيب حاجة دي السباح ما بتجوز في الشريعة سبح بها صابعك